بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو متابعة الحديث عن فوائد زيت جوز الهند تحدثنا في الفيديو الأول على أهمية زيت جوز الهند وأهم فوائده المتعددة وطرق استخدامه وسنتحدث في هذا الفيديو على استخداماته وأهميته للبشرة والجلد وإزالة العرق ومكافحة الشيخوخة وفوائد زيت جوز الهند للمناطق الحساسة وخاصة للمرأة وهل له أضرار أو آثار جانبية من فوائد زيت جوز الهند للبشرة وخاصة للوجه يمكن استخدامه في تطهير وترطيب الوجه عن طريق خلطه مع زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي والعسل الخام للحصول على أفضل النتائج لكن يجب الانتباه إلى أن استخدام زيت جوز الهند للوجه لا يعتبر خيارا مناسبا لجميع أنواع البشرة وخاصة البشرة الدهنية أما فوائد زيت جوز الهند للجلد بصفة عامة فزيت جوز الهند يستخدم كمرطب طبيعي لجلدك ومرطب لوجهك ويديك ورجليك لأن الجلد يمتصه بسرعة وغير دهني وبالرغم أن زيت جوز الهند مادة صلبة لكنه يذوب بسرعة في اليدين والطريقة قبل النوم اغسل المكان المطلوب ترطيبه وتنعيمه وتركيه حتى يجف ثم بقليل من الزيت الدافئ افركيه بحركة دائرية وتركيه لمدة خمس دقائق ثم مسح الآثار الموجودة منه وأما فوائد زيت جوز الهند مكافحة الشيخوخة فزيت جوز الهند يخفف التجعيد وخصوصا مناطق حول العينين والرقبة وبالتالي يقلل من ظهور أعراض الشيخوخة ويمنعها والطريقة قبل النوم ضعي الزيت على وجهك وتركيه وفي الصباح ستجد جلدك منتعش وصافي ويمكنك استخدام زيت اللبان مع زيت جوز الهند للحصول على نتائج أفضل لمكافحة الشيخوخة وأما زيت جوز الهند لإزالة المكياج مجرد لمسة صغيرة من زيت جوز الهند تزيل مكياج العين مما يجعل من السهل إزالته والطريقة افركي زيت جوز الهند برفق على الجفن العلوي والسفلي في حركة دائرية وامسحيه بقطعة قماش دافئة ويساعد ذلك أيضا على ترطيب العينين وكمعلومة فإن مكونات مزيلات مكياج العيون التجارية تحتوي على زيت جوز الهند لأن زيت جوز الهند لا يهيج العيون وأما فوائد زيت جوز الهند للترطيب والتقليل من التهابات الجلد فزيت جوز الهند بعد الاستحمام يرطب الجلد فبعد الاستحمام الخاص بك ضعي زيت جوز الهند في جميع أنحاء جسمك فهو يرطب جلدك الجاف وأيضا يساعد على تهدئة الجلد والتقليل من الالتهابات وزيت جوز الهند يحتوي على SPF الطبيعي الذي يعمل على حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس وأما فوائد زيت جوز الهند للبشرة الجافة فبغض النظر عن المواسم فزيت جوز الهند يرطب جلدك في كل المواسم والطريقة بإضافة ربع كوب من الملح الإنجليزي وربع كوب من زيت جوز الهند عند الاستحمام بحمام دافئ والاسترخاء ثم إضافة قطرة أو اثنتين من زيوت العطرية المفضلة لديك لإضافة الروائح فالملح الإنجليزي يساعد على استخلاص السموم وزيت جوز الهند يساعد على تهدئة التهاب البشرة الجافة وأما فوائد زيت جوز الهند للمناطق الحساسة وخاصة للمرأة فزيت جوز الهند هو من الزيوت الفعالة والآمنة على عكس المستحضرات التجارية فزيت جوز الهند مصدر مضاد للفطريات ومضاد للجراثيم والميكروبات ويساعد على تعطير المناطق الحساسة ولكن تجنب استخدام زيت جوز الهند أو أي زيت مع وسائل منع الحمل المطاطية لأنه يمكن أن يذيب المطاط وأما فوائد زيت جوز الهند لإزالة العرق فزيت جوز الهند له خصائص مضادة للجراثيم وبالتالي زيت جوز الهند يساعد على تغيير رائحة الجسم ويجعل الجسم رائحته طيبة ويستخدم كمزيل للعرق ممتاز لوحده أو بخلطه مع الصودة والزيوت الأساسية والآن بعد أن تحدثنا عن فوائده العديدة نأتي إلى الإجابة على سؤال هل له أضرار أو آثار جانبية؟ والجواب نعم وعلى الرغم من فوائد زيت جوز الهند للبشرة فإن تطبيقه على البشرة يمكن أن لا يكون أمرا مثاليا وآمنا للجميع فعلى سبيل المثال يجب على الأفراد الذين لديهم بشرة ذهنية تجنب القيام بذلك وذلك الاحتمالية تسببه بانسداد المسام وهو ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء أو تفاقم حب الشباب لديهم كما يمكن أن يتسبب استخدام زيت جوز الهند للوجه والبشرة بالتفاعلات التحسسية لدى بعض الأفراد والتي تتضمن ظهور الأعراض التالية التهيج، احمرار البشرة والقش عريرة وحكة بالجلد والطفاح الجلدي أما عن أضرار زيت جوز الهند للوجه قبل النوم فهي تتمثل في أن استخدام زيت جوز الهند كعلاج ليلي يعتبر خيار غير مناسب للبشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب كونه يمكن أن يسد المثام فعلى الرغم من أن زيت جوز الهند يساعد في إزالة البثور مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقا ونعومة إلا أنه قد يكون ثقيلا جدا على بشرة البعض وخاصة البشرة الدهنية وكما هو الحال مع معظم المواد يمكن أن تكون التجربة أفضل طريقة لتحديد ما إذا كان زيت جوز الهند مناسبا للبشرة أم لا ويفضل دائما تجربته على مساحة صغيرة غير مكشوفة من البشرة للتأكد من عدم تسببه بتهيوجها مع ضرورة الانتباه إلى أن استخدام بعض الوصفات يحتاج إلى فحص حساسية الجلد مثل الملح الإنجليزي أو الصودة أو بعض الزيوت العطرية وما شابه وفي الفيديو القادم سنتحدث عن زيت جوز الهند من دي اكس ان للشعر وأهم فوائده حبيبنا لا نعلم من قد يستفيد من هذه المعلومة وخاصة محاذير استخدامه رب دعوة في ظلام الليل تصل لعرش الرحمن ونحن نيام فالدال على الخير كفاعله شارك المعلومة وتنال بذلك الأجر والثواب من الله تعالى أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله